هنا الكلام برضو لا ينفصل عن دور ومسئولية ومهمة المهندس هاني أبو ريدا لأنه إذا كان المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة السلسية في الاتحاد المصري فالمهندس هاني أبو ريدا عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا وتأثيره موجود من قبل إنفنتينو ما يدخل المؤسسة الدولية دي خالص فبالتالي كان التعويل حتى لما المهندس هاني أبو ريدا وهنفكركم بزيارته لفريق الناد الآلي في الدوحة ولقائه مع الكابتب محمود الخطيب كان الكلام على التطمين على إنه الأمور ماشية في شكل كويس وما تقلقوش والدنيا هتتحل والآله هلعب كامل لجومه وهيشرفنا في كاس العالم للأندية وإنه في كلام كتير زي ما المهندس أحمد مجاهد قال ليس كل ما يعرف يقال وكانت كل لقاءات التطمين اللي انتوا شايفينها الدنيا فريندي لقوي المساء الحبية جدا الجهود اللي بتبزل ثم لا شيء احنا وصلنا النهاردة إنه فعلا ولا حاجة لأنه خلاص القايمة تبعتت والمنتخب حيشارك واذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون ما لنجدعو بيك ده اللي حصل دلوقتي لما ظهرت مشاعر المساندة اللي كانت نتاج هذه الجلسة التطمينات والزيارات التطمينية النادي الآري طلع بيان بيسمن ويقدر جهود التحاد الكرة عطفا على ما أعلن هو أنا ممكن أعلق على الصورة دي المهندس هنا بريدة شخصية جميلة جدا وممتعة وصديق تحب تعب مع عديته لزيزة دمه خفيف بس نموذج لرجل العلاقات العامة لا علاقة له بالاستراتيجيات لا يرسم أي ولا يحرج نفسه إنه يدخل في أي قرار سياسي سياسة إيه مش سياسي سياسة بمعنى السياسة سياسة الكرة والرياضة إدارة إدارة كرة القدم سياسة إدارة كرة القدم أي محدش يقول لي ماذا استفادت منه كرة القدم في كل قضاياها إلا بعض الحاجات اللي تخص انتماءاته نادي حيتوقف يدفع لمفلوس الاتحاد نادي مش عارف إيه يدي له الرخصة وهو معدوش المقاومات وكل دي برضو علاقات عامة خلي بالك ليس لا علاقة بالستراتيجيات لأنك كنت لما تحليلي مشكلتي بأنك تديني مخدر تديني بين كيلر قاتل للألم أنت معالقتش العرض اللي عندي أنت معالقت العرض معالقتش المرض أجلت أجلت الشعور بالألم بمجرد ما حيروح المساكل الديتوني الألم حيظهر من جديد أنت رجل علاقات عامة رائع وصديق رائع وأحب أقضي معاك لو تقبل يعني كل الأوقات الطيبة نفس الشيء أحمد مجهد كان عندي أحلام كبيرة بالنسبة لهذا الرجل الذي يتمتع بذكاء ويتمتع بإصرار ولكن تم توظيف هذا كله أنه خد مثله الأعلى هنا بريدة وأنه يعني يمشي فيه كنفه حزين الكورة المصرية في اتنين زي دول يقدر يخدموها يدون أمارة مرة ونعتذر لهم ونقول لهم كنا غلطانين وانتوا اللي كنتوا فاهمين ما عنديش منع أعطلع أعتذر لو دون أمارة يعني المرة دي لو شفنا لهم أمارة خلاص هو تقريبا ما فيش حل لأن الاتحاد الإفريقي طلع وأصر على موعده وانتصر في هذه الجولة والاتحاد الدولي أصر على موعده لكن شوك الاتحاد الدولي حتى الآن لم يصدر عنه أي شيء وأنا هنا بطالب بنان على الوقفة اللي انتوا شايفينها اللي بعدها النادي الآله طلع بيان بيسمن ويقدر الجهود اللي كلامها وصل لكابتن الخطيب إن احنا بنبزل وبنعمل وطلع الآله بيان لو تفتكروا قال إنه النادي أرسل خطاب للاتحاد المصري عبر فيه عن كذا وقال له إنه على مدار تاريخه دايما وأبدا بالآهل بيأمل في مثل هذه المواقف وأكد في خطابه إنه بيسق بأن التحاد الكرة سيكون داعما ومساندا له مثلما يدعم كل الأندية التي تمثل مصر في المحافل القرية وتطلع للتحرك الفوري لإيجاد حلول واقعية تمنح الأهل أحقياته في الاستعانة بكل لعبين لأن هنا عايز أقول التحاد الكرة والاتحاد الأفريقي لأن الحياة المفروض لأن مدسبي رئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الآله بيمثل القرى وده بطوله تكسل أمم الأفريقية ولما أوروبا حبت تفرد كلمتها وربطة الأندية الأوروبية حبت تفرد كلمتها على الفيفا استقطعوا ست أيام من الأجندة الدولية للعيبة الأفارقة المحترفين في أوروبا يفضلوا موجودين مع أنديتهم لغاية تلاتة يناية بصوا الأجندة الدولية المفروض بادي يوم 27 وكانوا بيجدبوا علينا ويقول لك أثناء الأجندة الدولية كله هلد ما فيش لعب محترف من حقه يروح حولنا دي لا ده هو في خدمة منتخبه دي فترة أجندة دولية فضلوا شغالين بالأجندة المقدسة ما بيجدبوش علينا هي دي اللايحة فضلوا شغالين بالأجندة المقدسة دي لغاية لما اصطدمت بمصالحهم لا لايحة ولا جاية ولا رايحة مصالحهم ومصالح أوروبا في كل اعتبار فأخدوا ست أيام من الأجندة الدولية لخدمة الأندية الأوروبية عشان الدوريات الأوروبية تفضل شغالة عشان ما تتعطلش والأنديها تحرم فترة من لعبيها الأفارقة انه يرجعوا منتخبات بلادهم فسمحوا لهم بعد تلاتة يناير يروحوا يعني قبل البطولة بخمس ست أيام يدوب غير كده ما ليش عندي حاجة برغم اللايحة الراضحة والصريحة وبرغم أن الأجندة بادية يوم سبعة وعشرين واضطرت اضطرت الدوريات الأفريقية في الدول الأفريقية زي مصر توقف مسابقاتها اقتداء من يوم سبعة وعشرين لأن اللايحة بتقولك 14 يوم قبل البطولة ما فيش خدهم وسابهم لغاية تلاتة يناير دي الضغوط الأوروبية يا مستر المتسبي ودي الضغوط الأوروبية يا باشتواندس هاني لكن إنك أنت تسيب المسألة كده إلى أهلي مش حينفع فنيا يلعب بدون أفضل تسع لعبين عنده لأنه حتى منتخب مصر ما قدرش يستغني عن أي واحد من دول بما فيهم المصابين إزاي أنت عايز تفرض على فريق رايح يمثل نفسه ويمثل بلده ويمثل قرته في طولة عالم منقص من أفضل تسع لعبين الدوليين محترمين عنده ده كلام لا يعقل على المستوى الفني على الإطلاق ومحدش يقدر أبدا يدفع نادي الآلي للقبول بهذا العرض عندك فرصة تضغط عندك فرصة أنت مش بتضغط أنت بتطالب بحقك دي مش بطولة ودية النادي الآلي لو هيتكلم على حقوق تسويقية وقيم مادية مستحقة لي معها كل الحق دي بطولة جوازها كبيرة عوائدها الاقتصادية وقيامها التسويقية وتأثيرها على المؤشر الاقتصادي والتسويقي بتاع النادي مؤكد أنه عالي ومؤثر أنت بتحرمني فنيا من أفضل تسع لعيب عندي ومش باختياري أنا مدربين المنتخبات هما اللي مختارينهم الكلام اللي أنت بتقوله ده بيخليني أتوقف أمام بعض القراء اللي بتتقال بتتحدد كده بدون حسابات لا ينسحب وما يروحش ينسحب إزاي ده فيه مسائل أدبية فيه مسائل تاريخية في زهاب لكأس العالم فيه مسائل فنية فيه مسائل مادية لا يمكن الكلام اللي بتقال ده إن اللي ما يروحش لا يقدر ينسحب ولا يقدر يحرم اللعبته ولكن لا يمكن أن يروح في هذا الوضع المزري ده وضع يعني والله يخجل الكرة على مستوى العالم الوضع الذي وضع فيه النادي الأهلي إذا لم توجد له حلول وحلول منطقية وحلول منطقية مش تأجل يوم ولا اتنين حلول منطقية تخلي إنك أنت أنا الأواني يا صهاز إبراهيم الأفريقية ليها تم وخمسين صوت في الاتحاد الدولي افتخابات الاتحاد الدولي دين وخمسين اه دين وخمسين لو حطوا إيدهم في إيد آسيا يجيبوا أي اتحاد يجيبوا أي اتحاد ما تدفع عن نفسكم ليه ينظر إليكم أنه أنتم أقلية مغلوب على أمرها ليه تستنزفوا وتتخذ ثرواتكم البشرية من مواهب أفريقيا ويستفاد منها على حساب إنه ما يدوكوش أي فرصة للتطور والطموح إنك أنت تبني نفسك صح لا هذا وضع يجب إنه يتضيع له نهاية وربما يكون يكون هذا الصدام وهذا المعزق بداية لحل أكثر احتراما للكرة الأفريقية وده الحقيقة المقالة المهمة جدا اللي كتبها في صحيفة القدس العربية المعلق الرياضي الجزائري الجميل والكبير حفيظ دراجي حفيظ دراجي كتب تحت عنوان رئيس الفيفا يهين الكاف في اللي إحنا بنقوله لحضراتكم لأنه اللي حاصل في التعامل مع كاس الأمم الأفريقية ده منتهى الإهانة والاستهانة في الوقت إنفنتينو بيسعى إنه يخلي كل الناس توافق على إقامة كاس العالم كل سنتين وأنا مش عارف حتى للتحاد المصري لما وافق على كده رجع للجمعية العمومية رجع للأندية رجع لربطة الأندية أنك أنت أنت عارفين يعني إيه كاس العالم يتلعب كل سنتين يعني أنت بتتكلم في بطولة بتصفياتها بنهائياتها يعني ما فيش دوريات محليها تنتظر يعني بطولة الأمم الأفريقية اللي بتتلعب كل سنتين هتتصادم باستمرار لا قال لك ما تعملوا كاس العالم كل أربع سنين يا سلام إيه أنت بقى يعني أنت أنت أو أربع سنين تخليها سنتين والبطولة القرية اللي هي كل سنتين وكل سنتين لأن لها تأثير في عوائد الكاف عايز يخليها كل أربع سنين المهم دجاجة الفيفا طبيب زيار سأل مين في الاتحاد المصري مؤكد الاتحادات المحلية وفقت أنا يهمني الاتحاد المصري ها طبعا خدمة وفقت مين اللجنة اللي بتدير اللي هو مين أحمد مجاه اللي هو إيه بالنسبة للإنفنتينو رئيس اللجنة اللي هو إيه بالنسبة للتحاد الدولي موظف عند إنفنتينو أنت متصور لو أنت صاحب شركة تطلب من المدير التنفيذي بتاعك بتاعك حتى بنقل صوت مصر كلجنة بتدير لكن هو أنت بتاخد خليني الأول اعمل يا عم اعمل بين الأسباب اطلع قول وقد تم اعتراض الاتحاد المصري على هذا الاختراح عندما يقول خدنا موفقة الاتحادات المحلية بما فيها الاتحاد المصري هو ما تقالش فيما بفعل الاتحاد المصري بس مؤكد الاتحاد المصري بلو وافق لكن الحياة حبيث دراجي في مقالته في القدس العربية رئيس الفيفا يهين الكياف الرسالة من بضعة أسطر في شكل بيان موجه إلى الاتحاد الأوروبي للأندية يعلم فيها قراره بتأخير انضمام اللاعبين الأفارقة لمنتخبات بلدانهم المشاركة في بطولة كأس أمم الأفريقية في الكاملون إلى الثالث من يناير كانت كافية لتأكيد هيمنة الفيفا على الاتحاد الأفريقي وتغليب مصالح الأندية الأوروبية على مصلحة الاتحاد الأفريقي ومصير بطولة كأس أمم أفريقيا التي تأجلت أصلاً بسنة ونصف السنة عن موعدها بقرار من الفيفا بسبب تفشي وباء كورونا وكادت تتأجل مرة أخرى بحجة عدم جاهزية الكاميرو الاحتضانية ما ينظر بتراجع قوة الهيئة القرية منذ عهد الملجاشي أحمد أحمد وتولي باترس موتسيبي الرئاسة برعاية انفنتينو الذي تماد في تسلطه إلى درجة المطالبة بإجراء البطولة مرة واحدة كل أربع سنوات وليس كل سنتين كما هي عليه منذ سبعة وخمسين وبيستطرد حفيظ الراجي المنتخبات الأفريقية بشرت تحضيراتها من دون نجومها يعني حتى المنتخبات لعبة المرشات التجريبية بدون النجوم بتطعها في خلال فترة الأجندة الدولية انفنتيني بدوره خضع لضغوطات الاتحاد الأندية الأوروبية فأراد التود للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يقف ضد فكرة تنظيم كأس عالم كل سنتين التي يسوق لها رئيس الفيفا للحصول على عهدة انتخابية ثانية لكنه وقد معارضة شديدة من انتحادات أوروبية وأخرى من أمريكا الجنوبية بعدما حاول تمريرها بالتصويت في اجتماع نهاية ديسمبر دون أن يؤجل الموضوع إلى شهر مارس من السنة القادمة تحت تهديدات أعضاء الاتحاد الأوروبي بيقول حافيز دراجي حتى الاتحادات المحلية الأفريقية لم تحرك ساكنا وكأنها متواطئة هي أيضا أو متخوفة من انفنتينو ما يوهد لتنازلات أخرى قادمة ويزيد من غطراصة انفنتينو وسطواته على الهيئة الأفريقية خاصة عندما طالب مجددا بتغيير موعد إجراء نهايات كأس أمم إفريقيا إلى شهر سبتمبر خدمة للأندية الأفريقية أو الأوروبية وهو الذي كان وراء تغيير موعدها من الصيف إلى بداية السنة ولا يزال يصر على جعلها بطولة تجرى مرة واحدة كل أربع سنوات من أجل تكسيد مشروعه لتنظيم كأس عالمية كل سنتين وزيادة عدد المنتخبات المشاركة حتى يربح أصوات جديدة في انتخابات الفيفا القادمة في وقت لا يجرؤ فيه على إبداء مجرد رأي في شؤون اتحادات ومسابقات قرية أخرى ده حفيز دراجي وبيحتتم ما حدث هذه المرة تحصيل حاصل لوضع يائس تعيشه الهيئة الأفريقية على الاتحاد الأفريقي وتغول فاضح لرئيس اتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفنتينو على القرية السمراء لإرضاء اتحاد الأندية الأوروبية والتودد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أملاً في تكسيد مشروعي بتنظيم كأس العالمية كل سنتين لكسب أصوات أعضاء الجمعية العمومية المقبلة وإلا زي ما يقول حفيز دراجي فكيف نفسر تمسكه بتنظيم كأس العالم للأندية في نفس الفترة التي تجرى فيها نهايات كأس أمم أفريقيا وحرمان النادي الآلي من لعبيه الدوليين ده تساؤل مهم لحفيز دراجي أي عاقل مش هنقول منصف أي عاقل هتكلمه إنما هو لا ينظر أنت بتقولي بيقولي لأفريقيا كل 4 سنوات من سنتين يعني الليقول الملاح بيقوله أنت بتعملوا البطولة دي ليه أنت مجرد مفرخة للمواهب لصالح الأندية الأوروبية عايزيننا نعيش هذا دور هو عا تصدق أن يهمهم تطوير الكرة في أفريقيا هو عا يقول لك الجول والهدف والكلام دي يدي لك منشاءة ويحرمك من قدرتك على التنظيم على فكرة عاجل حاليا كارلوس كيروش بيقرر إضافة 3 أسماء جديدة على القائمة المسافرة لكاميرو مروان حمدي ومحمد حمدي وابراهيم عادل التلاتة بيضافوا لقائمة الخمسة وعشرين علشان تكتمل القائمة بتمانية وعشرين ويكون فيه خمس لعيبة على نفقة الاتحاد المصري طيب الآن العربة أمام الحصان ليس على الآلي إلا إصال صوته وبقوة لبترس متسبي وإلى الأوساط العالمية أنه صاحب حق مشروع زي ما الأندية الأوروبية ضغطت وخلت تستقطع ست يام من الأجندة الدولية وكأس الأمم الأفريقية سامويل إدتو ضغط بحيث لا يتم تأجيلها ولا يتم نقلها حفاظاً على حق الكاميرو في إقامة البطولة فليكن حق الأهل المشروع أنت في لحظة تصادم ما بين بطولتين الضحية فيهما النادي الأهل هو هنا ممثل بتسع لعبين مسجلين في قوائم كأس الأمم الأفريقية ومطلوب منه في نفس الوقت أن يستعد جيداً وأن يشارك بكامل قوته في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي إزاي هذه إشكالية على إنفنتينو حلها تأجيل كأس العالم للأندية ثلاثة أو أربعة أيام يبعد هذا التصادم يتأل لا مش هقدر على تشيلسي مش هتقدر على تشيلسي عشان ما تربغشي أجندة البريمير ليج لكن تقدر على قرى بالكامل أعتقد حق الأهل المشروع يجب أن يصل صوته إلى كل الأوساط الدولية